السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي متابعي قناة ماما نونا تريند بعد تداول أنباء عن وفاة الحكم الجنبي بكاري جاسامة في أحد ضواحي باريس ونفي القبر من قبل أحد الصحفيين أسيرة جدل ثانية حول بكاري جاسامة ورواد التواصل الاجتماعي الجزائريون يفعلون هاشتاج ضد جاسامة ورفضهم لنتيجة مباراة الجزائر والكاميرون وبعد تصريح الحكم الإيطالي الشهير كولينا ينهي الجدل قال كولينا لحكم مباراة الجزائر والكاميرون جاسامة أن تعار على التحكيم وقال أيضا كولينا أن المنتخب الجزائري تعرض لظلم تحكيم كبير ووجب تدخل الفيفا وإلا أن سمعة الفيفا سوف تنهار وتصبح أول المتهمين ويجب على الاتحاد الجزائري التحرك لرد الاعتبار ولا بد من احتساب ضربتي جزاء على الأقل وهدف سلماني صحيح وأضاف كولينا أن التحكيم في إفريقيا ضعيف واحتمال عادة المباراة وارد في حال تحرك الاتحاد الجزائري إن شاء الله بالتوفيق للجزائر والتوفيق لكل الأندية العربية جميعا أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد